العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمر باختبار معقد ودقيق بعد السابع من أكتوبر وهو ما وصفته صحيفة نيويوك تايمز بالعناق الذي يظهر التوتر هذه التوترات برزت بحسب الصحيفة بين الحليفين عبر التفاعلات المباشرة بين القادة والجهود المكثفة بين الوكالات العسكرية والاستخباراتية وكشفت الصحيفة أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب عقب اندلاع حرب غزة لإظهار التضامن فتحت عليه النار من الجبهة الداخلية والخارجية خاصة القادة العرب ومع حلول العام الجديد وصل الاحتكاك بين الطرفين ذروته كما تقول الصحيفة طبعا موضحة أن التحدي الذي يواجه بايدن لا يقتصر على التعامل مع نتنياهو فحسب بل أيضا الإسرائيليين الداعمين للعملية العسكرية وأشارت نيويوك تايمز إلى أن بايدن ضغط على نتنياهو لتقليص نطاق الحرب وحصرها في غارات القوات الخاصة التي تستهدف قادة حماس والأنفاق بدلا من القصف واسع النطاق وبأن فريق بايدن يعمل بهدوء للتفاوض على صفقة رهائن جديدة موضحة أي الصحيفة أن الخلافة الأكثر حدة بين الطرفين تركز على مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على الجانب اللبناني تجري مفاوضات من خلال وسطاء وهدوء هؤلاء الوسطاء لترتيب مع حزب الله طبعا للانسحاب من المنطقة القريبة من حدود لبنان مع إسرائيل وفقا للصحيفة وبحسب مستشاري بايدن فإن تدخل الأخير قلص نطاق الحرب فعليا على الأرض كما يرون بينما يشعر المسؤولون الإسرائيليون من جانبهم بالغضب من القيود المفروضة عليهم من قبل بايدن لكنهم يدركون أنه الحليفة الأكثر أهمية لديهم وأنه الوحيد الذي يملك منع الأمم المتحدة من فرض العقوبات على تل أبيض وفقا لنيويورك تايمز